المستوى الأفريقي ومشاركة الكابتن محمود الخطيب كممثل وحيد يمثل النادي الأهلي وهو النادي الوحيد المصري اللي كان مشارك في اجتماعات الاتحاد الأفريقي شارك الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في اجتماع لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الأفريقي والتي عقدت اجتماعها اليوم بمقر الاتحاد الأفريقي وحضر هذا الاجتماع 15 من قيادات ومن رؤساء الأندية والاتحادات في القارة وكان النادي الأهلي المصري هو الممثل الوحيد للكرة المصرية في هذا الاجتماع وتناول جدول الأعمال العديد من الموضوعات الخاصة بكافة المسابقات الرياضية الكروية في القارة الأفريقية وكيفية النهوض بها وبشؤونها واقترابها أكثر من النموذج الاحترافي والأكثر تطورا والمشابه للتراز الأوروبي في إدارة أمور كرة القدم بطابعها الاحترافي اللي نتمنى الوصول إليه إن شاء الله أيضا في مسابقاتنا الكروية في مصر وعلى صعيد المستوى الأفريقي أو القاري وتناول جدول الأعمال في هذا الاجتماع أيضا العديد من الموضوعات الخاصة بأيضا مكانة المسابقات وكافة المسابقات الكروية والنهوض بها وتطورها في القارة الأفريقية وكيفية الاقتراب أكثر من هذا النمط الاحترافي الأوروبي وكذلك أيضا تمت منقشة المقترحات للنادي الأهلي بينادي بتطبيقها على مستوى الدوري المصري رابطة المحترفين ولجنة أندية المحترفين وتوزيع عملية الإدارة والأرباح والعوائد وكل شيء والاقتراب أكثر من النموذج الأوروبي في إدارة كرة القدم في المسابقات المحلية أو في الدوري المصري ترح في هذا الاجتماع هذه الرؤية التي طرحها النادي الأهلي وكان هو بيقود الأندية المصرية للإلمام المعرفي بها من سنوات طويلة وكان النادي الأهلي بيقود الأندية وينصف مع كيادات الأندية المصرية على ما أتذكر بدأت هذه التجربة من عام 2008 أو 2009 عندما بدأ النادي الأهلي في هذا التوقيت الحديث عن هذا الأمر وكيفية الانتقال إلى النموذج الاحترافي في أمور كرة القدم في مصر شركات كرة القدم وأن تكون هناك اشتراطات مطبقة في أيضا المجتمع المصري أو في الوسط الكروي المصري كل ما هو متعرف عليه في عملية الخسائر والأرباح والحسابات المالية الدقيقة المتعرف عليها عالميا واللي أصبحت حاكمة لعالم الاحتراف في كرة القدم تمت منقشة هذا الأمر في الاجتماع القواعد الخاصة بتراخيص الأندية المحترفة واللي كان النادي الأهلي طبعا وضع هذا التصور زي ما قلنا لحضراتكم منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر